افتتح وزير السياحة والآثار نايف الفايز والأنبى دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس معرض الصور الخاصة بالمعالم السياحية الأردنية والأماكن الدينية وذلك بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية في القاهرة وأشار الفايز إلى أن موقع عماد السيد المسيح سيكون نقطة انطلاق للأقباط خاصة بعد أن توجت الجهود ببناء الكنيسة القبطية في موقع المقتص الذي عمد فيه السيد المسيح وأوضح وزير السياحة أن المعرض يقدم نبذة عن المواقع السياحية الدينية والأثرية في الأردن من جهته صرح القمص أنطونيو الصبحي كاهن كليسة السيد العذراء للأقباط الأرثوذكس في الأردن أنه في أعقاب عودة الوفد إلى عمان ستبدأ خطة العمل لتنشيط السياحة بين الأردن ومصر وسيكون المدخل من عنوان املأ روحك بالنور وهو نور الأماكن المقدسة ونور الروحانية والكرم الأردني الهاشمي